في حديثة سدوم وعمورة ناس كتيرة بتتخيل أن القصة تمت عن طريق بس شوية نار نزلت من السماء لا القصة مش بهذه الطريقة فعلا الرب أمطر على سدوم وعمور كبريتا ونارا من عند الرب من السماء يعني في كبريت نزل كرات كبريتية ودي اللي وريتها لحضراتكم لما تكلمت على موضوع حديثة سدوم وعمورة قصة تاريخية حقيقية وقدلتها من الأسار وجبت لكم الكرات الكبريتية اللي اكتشافها عالم الأسار رون وايت وقدمها بكل التفاصيل واللي بالفعل هي كورة كبريتية ومحاطة من الداخل باللون الأصفر ومحاطة من الخارج بالطبقة الشبه المنصهرة اللي فعلا محروقة فده نزل من السماء ولكن توجد حادثة أخرى مكملة أو كوارث أخرى مكملة لنزول النار والكبريت أو الكبريت المشتعل والكبريت الغريب اللي هو وجد نسبته 94% لا يوجد أي محجر استخراج كبريت على سطح الأرض يطلع نسبة كبريت 94% أعلى محجر كبريت بيطلع نسبة 40-45% كويس؟ لكن بيقول لنا إيه وده شيء مهم بيقول لنا إنه ربنا بالإضافة إنه هو نزل نار وكبريت من السماء ربنا عمل حاجة تانية إيه الحاجة التانية اللي عملها ربنا؟ إنه هو كمان قلب الطبقة بتاعت هذه المنطقة حصل التقلبات حصل لكوفيكيشن للطبقة دي وابتدى يطلع ملح ساخن مضغوط من تحت الأرض عمل إيه؟ دفن جميع السكان المدن ونباتات الأرض معايا؟ يعني الكلام هنا مش بس على موضوع النار والكبريت اللي نزلوا من السماء ده أيضا على الملح اللي كان بيتفجر من الأرض وبيغطي المنطقة جميل لما نوصل لعدد 26 ويقول ونظرت إمرأته من وراءه فصارت عمود ملح هي كانت متأخرة عنهم فلوت وبناته متقدمين دولا بيجروا من الكارسة بيجروا من الأرض اللي بيحصل تفجرات 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 ويه هي النازل عبارة عن كبريت مولع من السماء فهذه السيدة طبعا بسبب تمسك معنى الروحي الخطير جدا أنا لا أتكلم عن معنى الروحي الآن والذكر العهد جديد انظروا إمرأة لوت لكن بسبب تمسكها للأرضيات هي مش عايزة تسيب المنطقة بتاعتها فهذه السيدة أصبها انفجار من الانفجارات الملحية كبريتات الكالسيوم ده عمل فيها ايه دي ماتت مباشرة من الحرارة المرتفعة جدا وانها تخنقت مش هتعرف تتنفس وانفجار عمود الملح ده عمل ايه اللي بيبرد فيه حاجات بسيطة جدا اتحجر فوقيها عارفين زي ما بيجيبوا التماثيل فين بالزبط؟ فيه انفجار مشهور لبركان نسيت اسمه اللي كان في روما مش في روما في ايطاليا فيه بركان من البراكين المشهورة اللي انفجر وبشدة وكان بيطلق فعلا الحمام بتاعته اللي بتنزل بومبي اجزاكلي شكرا استاذ الناس وده موجود حتى بعض مش تماثيل هي عبارة عن كائنات حية اتعاملت بهذا المنظر اللي بيقوا احجار ليه؟ لان نزلت عليهم المادة المنصاهرة جدا سخنة جدا خليتهم عبارة عن الانسان بيبقوا عبارة عن تمثال ده اللي حصل مع امرأة لوط هي تغطت بأحد الانفجارات الملحية السخنة جدا وده لما برد اصبحت عمود ملح لانها اصبحت متغطية بالكتلة الملحية دي وده بالفعل اللي لقوه في ناس كتير في منطقة صدوم وعمورة معايا وده اللي كلمت وقدمت عليه الاثار لو تفتكروا وممكن أقدم لكم الاثار مرة تانية لحظة واحدة تكوين 19 ووريكم الاثار اللي قدمتها لكم وبالفعل بيلاقوا العظم حواليه الطبقة الخارجية اللي بقلكم عليها فهاجبها برضو عشان توضح هذا الامر أخوة الحبيب ففهمت الفكرة ايه؟ ده هي مش مش لحمها كده فجأة تحول لملح لأ مش موضوع كده خالص قصة ان هي حصل ليها انفجار ملحي وهذا الانفجار الملحي لما غطاها غطاها خلاها بهذا المنظر ولما تصلب حواليها خلى بيء الشكل ان هي عبارة عن عمود ملح بسبب الملح بسبب المادة اللي تغطت بها هاجب لكم برضو المنظر عشان اللي يحب يشوفوا نحزة واحدة اهو وهتلقوه تحت هالقصة هلاكسة دو معمورة حقيقة تاريخية وانزل لكم لغاية الادلة من الاثار اللي اتقدمت ودي المنطقة وحتى المنطقة حتى الان يتسمى بحر الملح لكمية الملح الرهيب المترسب فيها وفعلا المباني متغطية بهذه الطبقة الملحية ودي البريمستون او حجارة كابريتية اللي كانت نازلة مشتعلة من خارج منصهرة ومن الداخل الكرة الكابريتية بهذا المنظر واللي شرحتها لكم وقدمت لكم كمان شهادة التحليل من المعمل 95.72% وده منظرها لما بتنزل حرقة المنطقة اللي حواليها في الارض ونوصل لغاية الادلة اللي لقوها من الحفريات الكائنات الحية اللي حتى مثلا زي عظمة الفك دي متغطية بالطبقة الملحية بهذا المنظر معايا فلقيوا فعلا عظام بشر واخد هذا المنظر فهو انفجار ساخن جدا من المواد الملحية الملتهبة في الانفجارات اللي حصلت وفعلا لما ترسبت على البشر اللي أصبتهم عملت هذا المنظر هل عرفت اوضح الجزء ده لحضرتك أخويا الحبيب أستاذ بولا أستاذ مارك النقطة دي واضحة الجزء الأولاني طيب اتضحت جميل جدا فعرفنا ان هي مش تحولت لملح يعني مش الدم بتاعها أصبح ملح لكن هي حصلت لها أحد الانفجارات الملحية عصبتها لأنها كانت متخارة عنهم ولما انفجر فيها الانفجار الملح اللي بيطلع من تحت الأرض ده بحرارة عالية وبقوة شديدة أصبحت عمود ملح لأنها تغطت بالملح فأصبحت كلها عبارة عن كتلة ملحية بهذا المنظر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة